اشتركوا في القناة هلأ يا ستي بقدملك سينما الهواء الطلق حلوة كتير لازم نشوف افلام كتير ولازم نشتغل كتير متل ما حكينا ما عنا وقت ما منقدر نروح السينما لهيك انا جبتلك السينما عالبيت مني هل يعملت هيك هالفكرة حلوة كتير عن جد اصلا سينما الهواء الطلق من امتع انواع السينما بالعالم عن جد لما بشوف الافلام القديمة هيك بحس في شي عمي لعمس لي مشاعري من جوع جدي مرة حكالي انه تعرف على ستي هنيك بعرض سينما صيفي مفتوح ايهان اشك كان شوفير الخانم بفيلم طريق برلين ايه ووقتها اللي جدي انه حط رسالة لستي بقلب جزدانا اوه شو حلو هالحاكيه ليك انا مو شايفته لهذا الفين ايه مو مشكلة هيصار عنا سينما فيك تشوفيه هون ايه شوبنا نشوف اليوم لك اليوم تعالي للك هالمالون تعي تعي ادي هون نشوف باريش بطلك لما جبتلي الصورة لحالي ياريتلي ومنقدر نشوفها الفيلم مع بعض الظاهر هلأ صار وقته اليوم رح نحضره سوا انت نلطش في كتير عالاغلب هذا كان الفيلم الاول لمارلونو براندو صور بالالف وتسعمية وخمسين ايه بيحكي عن الحرب العالمية الثانية مارلونو براندو كان عسكري نازي اه عن جد كان في الزعب هالفيلم مع انه فيلمه الاول استنى هلأ بتشوفي ايه حضرة الميكانيكي منطول الفيلم لا يبدأ رح نأمن عن نقرشات تفضليه والباقي موجودين هون هلأ منشغل الفيلم شو رأيك تمام رح شغل شغل اشتركوا في القناة جلال بيك ايمن انت شو عم تعملهم جيت لشوفك شو بدك تشوف ليش بدك تشوفني انا زلمي عديم الموهي بما بسوى تلت تقروش شو بدك بشوفتي شو كأنك وقفت كتابة وقفت وقفت لاني ما رح قدر اكتب يا ايمن ما عم بقدر ما عم يمشي الحال عم حاول اكتب بس ما عم يمشي الحال ايمن وبدل ما اعترف انه ما بعرف اكتب عم لاقي حجج ايه عم لاقي حجج كتير ايمن شي بقول مو وقته هلأ وبعدين بكتب أو بقول ما صار الوقت بخلي الافكار تتخمر منيح دايما بلاقي لحق لي حجة انا ما عم بقدر اكتب بحاول اكتب وما بقدر صحيح في افكار بمخي كتير انا كمان بعرف هالشي بس ما عم بقدر اكتب هالافكار كل ياتا انا حاسس اصابع مربطة ما عم بقدر اكتب شي ايمن عم حاول اكتب بس ما عم بقدر عم تفهم عليه ايمن ما عم بقدر اكتب حاسس كل الافكار موجودة بمخي بس انا ما عم بقدر طالعها كل ياتا موجودة هون براسي بس ما عم تطلع ما عم تطلع؟ أنا عم يجعني راسي بعرف الشيء أنا ما عم بقدر اكتب ما عم بقدر صيغ الجمال أو قربطه مع بعضها أيمن ما عم بقدر فهمان عليك يا جل علبك فهمان عليك الإنسان أحياناً ما بيقدر يكتب مخب يوقف ما بيقدر يكتب رسالة من سطرين بيحس حاله سيء وكل ما يجرب وما طلع معه بصير وضعه أسوأ بعرف هذا الشيء بتعرف شو هو الإحساس لما ما بتقدر تكتب؟ مثل لما بيكون بدك تبكي وما بتقدر تبكي بحس حالي عم آكل حالي يا أيمن ما عم يمشي الحال بس تمام خلص خلص ما بدي اكتب أنا ما بدي اكتب هذا السيناريو خلصنا لهون وبس تمام رح اتصل بدجلي هلأ وإلا ما حدا يوسق فيني وينتصرني لحتى يشتغل لا حدا يتأمل فيني على الفاضي رح أبعت له الرسالة فوراً هلأ هذا اللي طلع معاك؟ هذا أكتر شيء كان مهم بحياتك كله أنا أكتر حدا بيعرف هذا الشيء كل مرة كنا نروح فيها على السينما وينكتب اسم كاتب السيناريو قدامنا كانت تتغير تطلعة عيونك كنت تبتسم وتحلم تحلم أنك تكون هناك هلأ كل الناس تجمعوا حواليك وعم يقولولك تعال خلينا نعمل هذا الفيلم بدك تقولهم ما فيني اكتب شو هالحكي هادا اللي عم تحكيه انته ايه هيك بدي يقولون يا أيمن ما بقدر اكتب تمام ما بقدر هات التليفون خلص بدي يبعط رسالة لا بدك تكتب ايمن تمام حاجة تضغط علي ما بدي اكتب خلص لا تعمل هيك تمام ايمن تركني خلص اذا بدك تضربني اذا بدك تصرخ علي ما حا اتركك انت اكتر واحد تعلمت منه كل الحياة ما حدا قدك حبني وسمعني وفهمني وعطاني قيمة بالحياة انت وقفت معي اكتر من اهلي بتتذكر بتتذكر باول يوم قبلتني فيه بالوكالة قلتلي وسق بحالك يا ايمن يا اخي انا هلا عامل لك نفس هذا الكلام وسق بحالك والباقي بيجي لحاله وراح تشوف اشتركوا في القناة 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 جلال بيك شكراً كتير إلك سيراج بيك برأيك رح ننجح ولا لأ بصراحة أنا كتير خايفة وحاسة في عقبات بيوشنا منقدر منقدر بس إذا فتنا بمود لدراما ما حنقدر نساوي شيء يمكن بس المشكلة إنه صار في حوالينا عدوات كتيرة وإنت بتعرفهم كلهم واقفين ضدنا وبدهم يفشلونا كمان دخيلك هاي العدوات متعودين عليها ما في شي جديد وبعدين دافع عن حلمك لا تستسلمي عند أول عقبة بتواجهك خليكي مبادرة لحق معك سيراج بيك أنا بحبك كتير ومجنونة فيك أنا بموت فيك سيراج بيك وأنا كمان وأنا مثلك سدقيني بموت فيك مش تهي بوسك يلا بوسني سيراج بيك هون تولين اي هون وفورا سيراج بيك ما عد بدي أنطر أكتر من هيك تولين 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 حول هل تسمعوني وصلنا يلا خلصينا لو تعرف وين كنت يا سيراج بيك ياريتني ما رجعت كان شعوري كتير حلو بيجني ايه معك حق هلأ منشوفهم كله معناتها بعد ما توافق جيدا خانهم من بعدها هدول كأنهم سرقوا شخصياتنا كمان من ساسهم لراسهم مو معقول بك البنت كأننا تولين هيك إن سيراج بيك تولين أهلا وسهلا شو أخباركم شو الأخبار يا بكر تمام الحمد الله والله الوكالة من دونكم ما لطعمها أبدا شو يعني ما اتفقت مع الجداد كيف علاقتك معهم شو ما عرفني بدي إلك شغلي إذا ضلت بها العقلية كم شهر وراح تفلس أكيد الموضوع ما عدي خصنا ايه جيداء فوق ايه مو على أساس أنتم متخانئين ايه بس جايين بشغل يا روحي شغل ايه ماشي تولين انتظريني هلا بشيان ماشي سيراج بك تولين أهلا وسهلا فيك كيفك انت نيحا يا أخي بكر انت كيفك ايه تمام أنا كمان رح أترك هالمكان هون خلصنا ترك ترك شو صاير عرفتم من الجاسوس دول اللي جايين كلهم جواسيس وين هداك الجاسوس القديم أعمل لك من جانا هون اعمل لي بس بدي اسألك سؤال بالأول تسألي نو كون تيكست كان حسابك انت يلا عترف خلص نو قلين شو الحكي هات يلا خافك ها يا أخي بكر لا حسيت حالي عمعيش مشهد قديم للحظة أهلا وسهلا لا تخافي مجاي خاني خدي راحتك وحكي لا تترددي يعني ما في داعي لك الهلا طافع معي ملا بقتلك ليش جاية أكيد مانك جاية تشوفني في عنا فيلم جديد معناتها جلال كتب فيلم أخيرا حلو مبسطت عجد مبسطت بس مع تكون المخرجة دجلة كأنك عم تتمسخري ما عم بتمسخر ما عم بحكي شيء أبدا خليها تصور فيه أحلى من هيك بنت بعمرة تصير مخرجة عادي لك شو أكل تلك ضربة عرأسك الصباح ما عرفتك والله وانتي عم بتحكي هيك حنونة صايرة كتير ما عندي وقت كتير بتوقع بدك ممثلين للفيلم اي نعم ايمن ايمن بك للأسف عنده فيلم كنت بتمنى فيدك مفهوم ما رأى ردع تريفوني أصلا قلتلك عنده فيلم ما عم تصدق يا طيب على قليلة يردع لي مو مشكلة شكرا باي باي سيراج هالمكان ما قاله طعمة بدونك المكان اللي بيكونوا فيه كل الموجودين برأي واحد ما بيضل الله طعمه يلي بيقولوا فيه حاضر يا خانم أمرك يا خانم ما حيكله طعمه بنو سيراج بيك مشي حال ايمن بيك لا والله يا تولي قال في عنده فيلم هلا ما هو لو ردد عذلي فوني ما كنت اجيت لعنده يعني عن جد شي بيحي هالشغل مو معقول كل واحد بيدور على مصلحته وبعده ما في شي بنو تعرفي شو اللي أصب علي من اني اطلع من إيجو وإيدي فاضية شو لك أنا اللي جبت ايمن على هالوسط قبل مني ما كان يعرف شو يعني تمثيل مصبوط جبت له أسات زي وعملت له دروس ترجيت العالم أكلت مني ياد وهيك طلع لي منه بالأخير اي معقول الرد على التليفون صار صعب علي هيك الظاهر سراج بي هيك واحد بيخليك تحرمي تعملي معروف مع حدا تفضلي عن جد هذا المكان تحول لمول مبهدل للبيع والشراء تفضل سراج بيك تفضل طلع طلع خلينا ننزل فورا ها نحنا عملنا حسابات أولية وحددنا الميزانية بشكل تقريبي ايه وأنا كمان كتبتهم بنت بنت بالفراغات شكرا كتير عن جد انتوا معفي منكم ايه انا لازم روح اتفقد اللوكيشن جلال بيك ممكن تنجي معي اذا عندك مجال يعني ايه هذا المكان انت متخيله فبل كي مناخد القرار مع بعض ديجلي بروح ايمت ما بدك بعد ما كتبت هالسيناريو يعني حمل وراح عن كتفي وخلاص صار فين يطير مثل العصفور خلاص فريدة خانو قالت انو ننشر خبر انو بلاش التصوير ومنها الحكي اه موافقين بنعمل هيك شي اه بابا انت شو رأيهاك بصير بصير طبعا خلينا ننشر هيك خبر ايه اه انت قدرت تتصل بي ايمان حاولت تتواصل معه اه حاولت بس ما رد علي للأسف رح ارجع اتصل فيه لسه معنا وقت يمكن يكون عنده تصوير بس انت كتير مصرة على ايمان والله انا عمقول انه هو الانسب هيك رأي ايه وانا هيك رأي ايه بالفعل مصبوط هيك رأي طيب اوكي رح جرب اتصل متل مشايفة ما بحب الحكي هيك اه ايه امدى كان موعد اشتي معنا مع الدي او بي تلاتا لازم نحل موضوع ازياء الممثلين كمان اجباري بدنا مساعدة وبدنا حسم موضوعا ميزانية ما بصير هيك لازم نتحرك اشتركوا في القناة سيراج بيك انت منيح لا والله مااني منيح مااني منيح لك مو عساس انها سمكة القرش مو انا انجح مدير اعمال بها الوسط ايه انت هيك انت اللي لقيت منتج الفيلم اصلا سيراج بيك المنتج سهل طولين سهل بنتي درست سينيما وعم بتصور اول فيلم الى وبده مني ممثل ما عم بقدر امنه شو هاد انا ما ما ممكن تكون ابا منيح مااني منيح ابدا اصحك اصحك تحكي هيك مرة تانية سيراج بيك سيراج بيك بدي اقلك شي مهمة كتير بصراحة بس طولين شايفتيني غبشة معقول اما بحز شو دولين تمام سيراج بيك انا ما عم بقدر سيطر على حالي بس الموضوع متعلق فيك سيراج بيك سيراج بيك انا كتير بحباك باتزر كتير تولين تولين وانا كبان بحبك بحبك من كل قلبي لا درجة ما بدي اخسرك ابدا بحضير فهمت كمساعدة بالشغل ما لا انا شايف قديشك مرة جميلة جدا يا تولين انتي شخص خاص وما حدا بيشبهك سيراج بيك تولين انتي لطيفة ومزوقة ما في منك انتي شكرا لك تولين لكن كل العلاقات اللي بالعالم موجودة مشان نتعلم منها وبعدها بعدك كل واحد بيروح بطريقه فانا وانت بلا ما نعمل هيك ممكن خلينا نضل هيك انتي مرة جميلة وانتي روحي يا روحي وانت كمان روحي انا بتيبا جنبك على طول طيب لا تبكي خلص ما انتي جنبي على طول جنبي موسيقى لا عافوان حذروا من اجا داي نرجع يلا يلا خلاص روبي أيمن أهلا وسهلا لك شو عم يصير معاك؟ قال حاكي مع مديرة أعمالي شوفي داعي له الحركات سيراش بيك مني هاللي تولين كتبتلي وقالتلي سيراش بيك عم يحاول يوصلك ولا ماكن تدري التليفوني رايحة من عليه كل الأرقام قال عم تصوروا فيلم نحن بنعرف أن جدول أعمالك معجوق بهاي الفترة بس إيه مديرة أعمالك هيك قالتلي الله يسامحك سيراش بيك معقولي هالحكي شو ما كان عندي وقت تطلبني بأجل كل شي سمعني أنت جبتني على هالوسط مسكتني من إيدي أنت فتحت لي بيتك أنا بفضلك اشتريت لها بيت لأمي وريحت من الأجارات ومشان هيك أنت مكانتك عندي غير الكل يعني ما في داعي تفكر بجدول أعمالي ولا ميزانية ولا شي حتى شو ما في نسخة من السيناريو؟ أكيد فيه طبعا فيه حضار نسلموا إيداكم حضرتك جيت لهون ارتاح له سمحت خلينا نضيفك شي اي 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 عود قرأ شوف رح يعجبك ولا لا خلينا نحكي شوي يعني تفضل اه تأليف جلال يعني وأخيرا كتب سيناريو اي يعني الله يسلم الشباب ششعوني اي من معلش خليني اتشكرك قداما على كلماتك الحلوة تعرف أنا لقبي بهالوسط سمكة القرش وحاولت اني اشتغل مع المناح دائما كنت هيك شكرا لأنك لأنك سكرتني بالقيم بالوفاء وأنه لسه فيه اخلاص شكرا عملت واجبي معناها خلينا نحكي شوي عن السيناريو شو رأيك فضلي تجلي شوفي فضلي قريش خانه لما اجيت بهذا كلوقت قلتلي انه حساب النو كونتكس تقيل ما صدقتك ابدا يا بكر بس بعدين قدامها النجاح الكبير الساحر رفعتلك الشباب استغفر والله نحنا شو نطلع قدام حضرتك طبعا ولو اه لو سمحت لو سمحت لا تحكي هيك يعني مو معقولة خلالها الفترة القصيرة وصلت لمليون متابع عملت حساب فجر الوسط يعني الموضوع ما نوبسيط ابدا لو سمحت لا تقلل من قيمة انجازك يعني فيك تقولي نحنا كمان صلنا صحافيين كبار بيتعبنا بس بتعرفي بفترة من الفترات خففت كتير لاني خفت انلقط انا بس الحمد بالله مرقت على خير تعرف انك كتير زريف بكر شكرا لك انا بدي اشتري حسابك كيف يعني شو كيف يعني بدي اشتري حسابك شو اللي مواضح بدي يامش عن رفيقة بتخصني بديش بدك تبيعهم ما ما ببيعهم عمقول يعني خلينا نفرض مثلا انك بعته قديش بدك فيه لا يعاني هذا متل ابني معقولي هالحكي ما ببيعهم بكر مو هيك يعني تخيل خيال بس مثلا انا اجيت وعرضت عليك ايو اذا بدك تبيعهم قديش ممكن تطلب فيه ما ببيعهم فمت معناتها بدك يعني ارجع احكي مفهوم مفهوم طلع بهذا لقلك مسكو مسكو شوفو بعينك وبعدين احكي هاي الاصفار عن جد يعني مزبوطة اي طبعا عن جد هم تحكي والله عن جد شو عم تنظر ببيعك الحساب والتليفون والقميز والبنطلون والزنار وكلشي عبي خلي روحي اذا بدك عميلي لبدك يا الاف مبرو عن جد الاف مبرو شكرا لاني بربي عزك وتهري بالهنا اهلا وسهلا شكرا كتير بكر شكرا كتير لأي لك يا لباي يا عيني يا ويلي يا روحي يهو يا روحي لازم نعمل اعلان او كتير لهذا الفيلم لازم تتشكل علاقة بين الممثلين والمشاهدين مو هيك سيراج؟ يا روحي انتي بتعرفي شغلك ما بدك مين يقلك خلاص بحاكيكي بعدين انا هلا باللوكيشن ماني قدر هنطول معاك كتير عن جد انت كاتب المشهد بطريقة كتير حلوة فاجأني المشهد قداشو حقيقي لا واول شي انا ما عجبني مثل الجدبان بتعرفي هالشي؟ لا بالعكس كتير حلو حقيقي بس عمقول بس لو منقيم اخر جملة ما عني مقتنعة فيها كتير ايه واحدة اه حيلي عم تقول فيها ما قصدي انتحار قصدي موت وليش ما عجبتك يعني فيه سبب؟ لا لا مو هيك هي حلوة بس حسيت انه ما بتناسب المشاعر يلي بهذا المشهد هيك حسيت اه هيك اصدق معشي من ايما من ايما خلص هلا هلا من ايما خلص استني ارتاح احطينا المغريفونات نحنا جاي اه ممتاز طولين بس نحنا من وقت ما عشفت شو اللي قمتون حسيت يعني بشي ما بعرف هاي اللي قلنا من ايما احسن داريت تخبريني ومسلين ارزو بتعرفي لو ما كنت معي ما كنت رح انجح بشي مو هي؟ عن جد ولا شي يعني لو ما وقفت جنبي ودعمتيني وقويتيني وقتقوع ما كنت رح انجح بشي ابدا الحمد الله انك معي الحمد الله يلي انت معي انت يلي هدتني حبي جنن بحبك كتير وانا بحبك كتير يا عمري بسد تارزو بسد تارزو لك بس بدي افهم شو عم تعملو هم كان شغل شو مفكرين خلص روئي خلص خلص فهمنا روئي يلا ارزو موفقة حبيبتي موفقة لازم نروح لورا الكارفاني تعال معي شوي خمس داية ما منطور ليش شوفي ورا الكارفاني شو بتك مني انا شوف استاذ في عندك جملة هون بالحوار لازم تقولها وتحكمها حبيبة قلبي ميرال انا بفتخر فيك كتير يا رفيتي لحلوة كل احلامك يتحققوا عنجد ميرال عنجد انت رفيقة ما في منك انت كنتي على طول توقفي جنبي لهيك انت شريكة بهذا النجاح ما في مشكلة كانت تصير معي إلا وكنت ارقض لعندك لك سكيتي بقى بلا ما ضمك شي ضم واخنك فيها هلا افهمتي بس معي لقليك خليلي شخصيتك حاضرة انا كتير بحبك كتير بحبك انت اغلى رفيقة على قلبي بكل هالذني انستي جعبوا لك اهوة شي لا فورا رح تجي اهوة سادة لا انستي انتبهي تمام حلو كتير انستي الموقع جاهز تمام لكني اجيت فورا هدوء يا جماعة انا جاهزة وكل شي منيح اجيت لعندك حبيبتي ارزو ركزي معني ارزو انت رح تجي من هونيك شوي شوي وما تستعجلي لانه هاي اللحظة انت صار لك زمان عن تستني يا لحظة تصير تمام بدك تمشي وتطلعي على البحر طبعا وبهي اللحظة لازم يكون احساسك كتير عالي بدك تحاول توصلين لنا هاي المشاعر من خلال عيونك ونظراتك طبعا انت حرب الاداء فيك تلتفتي لكل الجهات وفي حال خربطي لكل حساتك شو جاهزين يلا 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 لكل استعداد كاميرا يلا الكل هدوء رجاءا ولا صوت المشهد 14 اللقطة الاولى 4-3-2-1 تحن موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مبروك شكرا وكيف كان منيح بطير ما في مشاكل اشتغلنا مني ممتاز جيدة ليجيبتيني لحون فكرت حتسأل عني طلعت بدك تعرف ليش جبتك لهون ما شاء الله هالطاولي عليها شغلات طيبة كتير وبتشهي بس انا ما في عندي وقت ليش مين عنده اصلا ما حدا بيملك الوقت هي لحظة منعيش ومنشوف شو عمل فينا الزمن عيش كتير بتشوف كتير بس انتي يلي عملتي فينا فبرأيك لازم لوم الزمن انا رجعت للصفر للصفر السبب الوحيد اني فت مغامرة الوكالة هاي مع مايا انا كان بدي شغلة وحدة بس اني شوفة عم تنجح بشي واحد ما بعرف اذا بتشوفوا اثبات لذات او او شي تاني ما بعرف ما رح يزبط انا كتير مليت كتير موملين بيقولوا حاضر على كل شي العالم اللي حواليكن ذكروني مرة تانية قديش انتو وكلاء منع وانا ما فيني انكر ولا حتى لثانية قديش انتو منع ايقو ما بتسوى شي بلاكن هذا اسمه ندم بقلتلك رح يجي يوم وجند بدك شي سيراج قبلاني بكل شروطك حتى انه تكون مديري جيدة انا ما حد اقدر اشتغل معك اطلاقا ما بدك تشتغل معي انا ما رح كون بالوكالة شو لعبة جديدة يعني ما عد في علعاب خلص كل شي وصلنا لانهاية ما في لعب ما رح كون بالوكالة لاني رح كون بلندن بدي كون جنب ماي رجع لقيقو اذا بدك لو سمحت رجعه صباح الخير يا وكالة ايقو صباح نور كيف كان شو الاخبار مناحوا انتو نحنا كمان مناح كتير اشتقنا لكم ومن يحي لرجعتوا على الوكالة ونحنا كتير اشتقنا لكم ونحنا كمان يلا بشوفكم مع السلام باي ايو هلا يا جماعة رح نحكي عن رفقتنا الحلوة الغالية علينا قلاياتنا طبعا يلي ما رح نقدر ننساها روحي لا تزعلي حالك انت بسلم يا حياتي اشتقتلها لو تعرف قديش اشتقتلها بالنهاية هاي حال الدنيا يا فريدة بوص الكل عني لو سمحت بدك تصبر وتتحملي شكرا سيراج وببقى بمرل عندك انا بحبكم كلكون بدي اسأل سؤال ماشي فهمت انه جيداء ما قدري تشتغل معنا بس كيف صار هالشي بالضبط انت قلعتي بنتي واستحقرتيا وزليتيها قدامي وبكل وقاحة لهيك عطيني بس سبب واحد لحتى انسى عمايلة كلية عملتيها بيتش دي رح اترك لكم الوكالة كلها لكم اصلا انت انت احسن وكيلة بتركية كلها تستحق هالمكان لازم راضي دجلة زعلتك كتير عطيني فرصة انا بدي اعتذر والله جيداء البعرفة كانت تعمل مؤامرات ودسائس كل الوقت بالوكالة بس انت مو انت هلا انت سراج القديم شي دجلة نفسها القديمة اكيد لا الكل تغير وانا كمان تغيرت تغيرت كتير تغيرت hah plicين تغيرت كتير بعرف انكم بتكرهوني كتير بس انا كمان حاولت ارسم طريقي وحاربت مشانه طبعا بعرف اني احتدت شوي وانا عم حارب صحيح المهم ما رح طويل عليكن دجلي بعتذر عن كل شي عملتو معيك ما بعرف اذا فيك تسامحيني بس انا ما رح سامح حالي ابدا اني اخترت حارب واحدة بريئة متلك بدال ما حبه طيب يا جماعة نحن رح نعترف ما كنا عم نشوف من كتر ما كنا عم نختلف وعشنا شغلات خاصة وخبصنا الامور ببعض هلا انا مبارح حكيت لدجلي وبعرف انه كانت كانت متوترة كتير يعني ومعصبة طبيعي يعني لهيك سألتني سؤال السؤال كان واضح ومباشر قالتلي بابا انتو ناس كبار ليش خبيتو هالشي علي طبعا هي كان معها حق بسؤالة بس كمان مو بيدنا كيف كان فينا نقول مزبوط كلامي ولا لا واضح بظن المهم هلا انا ما كان بدي يضل شي ما نحكيه عن ايجو سابقا اشترينا الاسهم من جيداء وراح ندفع لحقون من شغلنا وطبعا وكالة ايجو مكان عادل برافو لوكالة ايجو برافو للصراحة والتصالح مع تاريخنا الاسود ابريق القهوة بده يكون جاهز دائما وبده تكون تازة كمان وقت بدك تساوي شاي ما بتحط الشاي اول اول شي بصب المي بعدين الشاي ما بتقدمه لحده هو مو مختمار والكاساد لازم تنغسل بدرجة حرارة 65 هدول مو قلك هدول لطيوف فهمان الشغلي مو مكسب مو يعني اذا كل شي ببلاش كتر منه بقرفك نفسك ادنية يلا مساك يلا طيل روح يلا يلا كأنك عم تنتيم من مرحلة السجاي دائما هيك يلا طورون اسمعيني تتذكر شغلتك تعمل شاي وقهوة وبس لا تقصر وتطول تمام يلا على شغلك بسرحه ماههههههههههههههه شها انت عارفو انه شغلتي مستهري انا بده تفضلي سيد تولين تفضل سيد دايما يعني معقول أنت بالأخير تشتغل هاي الشغلة؟ والله جيداء خانم قالت هيك يعني هيك أنا شو دخلني؟ أبي يلبق له أنت منيحة؟ رح كون منيحة أيما يا عيني شو هاد يا بكر؟ شي حلو شكرا أنو أنت كمان سيراش بيك قال بدك تترك الشغل؟ يعني حاجة بعد كلها السنين لازم اتقعد وعود بالبيت لأني تعبت كتير بتعرف انت الشغل ايه؟ وشو بدك تساوي بعدها؟ فتحت وكالتي الخاصة لحظة وكالة شو؟ وكالة تمثيل يعني طبعا مو كبيرة بس منكبرة قريبا إن شاء الله طيب من وين جبت مصاري؟ عندي اشتماع كتير وهم هلأ لازم روح عم بستناكن على فنجان قهوية وكالة ايغو ماشي لا تتأخروا أهلاً ايغو ماشي لا تتأخروا أهلاً السجادة الحمراء عم تشهد حالياً على سنائي رائع وبرأيي شخصياً هنن أحسن سنائي لهالسنة بدون منازع أو منافس دجلة آرتم وبارش هواس رح يفوتوا هلأ دجلة آرتم فضلت تلبس فصان أبيض سادة وأنيقة كتير وبارش هواس عم يشعشع بطأم رائع وكتير مميز وحلو عنجد لو ما بعرف شو المناسبة كنت فكرت هدول السنائي عروس وعريس وفايتين على الحفلة شكراً أريش أفضل سنائي لهالعام واقف قدامي مع مشبع منكن والله أنتو الاثنين بتجننوا عن جد شكراً كتير رح تبلش المراسم بعد شوي والمرشح لجائزة أفضل ممثل بارش هواس قدامي هلأ وبدي أسألك شو الوضع متحمس؟ طبعاً طبعاً متحمس المراسم بتحمس كتير بس طبعاً كتير حلوة وهي الجوائز بتحفزنا أكثر وبتربطنا بمهنتنا أكثر متأكد أنه رح تكون ليلة رائعة وأنه رح تكون نتائج وميزة أكيد وطبعاً بتمنى التوفيق للكيل أنا بتمنى طيب إذا قلت أنه هالسنة كانت تصير تبارش بكل الأماكن بكون عم بالغ برأيك ولا شو الوضع؟ لأنه عم نلاقيك بالإعلانات والمسلسلات والأفلام وحتى بالمسرح يعني ما شاء الله كان حضورك واضح وراه النجاح العظيم فيه إمرأة مثل ما بيقول المثل مين هي هالإمرأة؟ طبعاً أنا في بحياتي ملاك ما في داعي تتواضع لهي الدرجة خليني كون صريحة هذا النجاح متعلق فيك أنت وبس أنا هلأ أحب أكمل شوي مع دجلي أرتم مثل ما بتعرفوا من فترة كانت دجلي أرتم مديرة أعماله لبارش هواس والمسؤولة عن كل نشاطاته بس هلأ خطت خطوة بعالم الإخراج واليوم صورت فيلما دجلي فينا نسألك عن مشاعرك بعد هالتجربة؟ بصراحة أنا كتير مبسوطة أني صرت جزء من هالحفلية اللي كنت شوفه أنا وإمي على التلفزيون بأنطاليا وخليني أستغل هالفرصة بما أنه أمي عم تحضرني هلأ أني سلم عليها على التلفزيون وإلا أنا ماما كتير اشتقت لك وبحبيك كتير شكراً معناتلا بتمنى لكم التوفيق ليلة سعيدة شكراً أهلا وسهلا جلال بيك جلال بيك؟ بصورة معليش؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك مرحبا سيد جلال أنت مرشح متحمس يا طيب؟ طبعاً مثل ما بتعرفي مثل العهد بتمنى لك التوفيق خلينا ناخد صورة لك طبعاً شكراً طبعاً طبعاً تفضلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهلا مع ملك الوكلاء وأحد الأسماء اللامعين شكراً 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 لكم سار قدامكم رحبوا بصيراج بيك أهلا وسهلا سيراج كيفك؟ الحمدلله كتير ممتاز أنت كيفك؟ أنا كتير منيحة شكراً أنت كمان مرشح كوكيل متحمس يا ترى؟ طبعاً معقول ما تكون متحمس لهيك موضوع شكراً 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 لكم. شكراً. وطبعاً فئة مدراء الأعمال من الفئات المهمة بمجالنا. لأنهم بيدروا كل أمورنا من خلال وكالاتهم. ولحتى أعلن عن أفضل وكالة بهالسنة، رح أدعي السيد جيداء يجي للمسرح. تفضلي لو سمحتي. طيب، شرف كبير إلي أني أعلن عن هاي الجائزة، أفضل وكالة للسنة، وكالة إيغو. سيراج بي؟ برا الله. برا الله. برا الله. سيراج بي البقلك. عن جد بي البقلك. سيراج بي. سيراج بي. شفتي أبوكي؟ مخامي. يصعد لي مساكن جميعاً. وشكراً لكم إنكم شفتونا منليء بهالجائزة هاي. وكالة إيغو هي عائلة كبيرة. وأنا الجائزة حمف شاركة مع كل الموظفين بوكالة إيغو. عائلتي الحلوة، معلش تتفضلوا لهون؟ يلا، 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 جيدا، لو سمحتك يا جماعة، تعالي وقفهم. عفوا. رابو، موظف، رابو، جميع عليكم. النورة بالجنة. كثيراً، كثيراً، رابو، سيراج بي. سيراجزة، لميس خانوم رجعت على وظيفتها بإيقو والوكالة برجعت عليها زهرت كتير كانت سعيدة مع سرحان بنتون آري أما السيراج أوزال فما عدت سكر بابه أبدا قدر خلال فترة صغيرة يوصل إيقو للزروة وفتح فرع جديد خارج البلد وصار مدير أعمال للممثلين على مستوى العالم أما السنوات الأخيرة لفريدة خانوم كانت كتير ناجحة بإيقو وبعد ما تقاعدت كتبت كتابة اتصل بوكيلي وانتشر بكل تركيا أما جلال بيك ما رجع على إدارة الأعمال قرر يرجع يكتب ويكمل السيناريو هاته اللي كان بيحلم يعمله وأخذ جائزة أفضل سيناريو عن آخر فين كتبه بثلاث مهرجانات دولية ورجع عاشه وأرزه مع بعض بعد ما راح بابا على أميركا تولين عانيت كتير بس في نهاية انتهت هاي الأحلام الحزينة لما لقيت حب جديد وطبعا صارت مديرة أعمال بإيقو أيمن أخذ مكان جلال بيك بإدارة الأعمال وخلال هاي الفترة نفسها كان مسؤول عن تجهيز كاستينج لكل المسلسلات الموجودة جيداء خانوم راحت على لندن واستقرت مع بنتها دخلت بمجال الموضة بس ما قدرت تلاقي المتعي اللي كانت موجودة بإيقو أما ميرال وحيان بعد ما صارحوا بعض بثلاث دقايق صاروا حبيبين وبعد ثلاث شهور تجوزوا وهلأ عم يديروا كفاة فتحوا وسوا عم وبكر بالمصاري اللي حصل عليها نتيجة بيع الحساب لمزور اشترى وكالة وبعدها صار منتج هلأ بالبداية أول مسلسل عمله كان سيء كتير بس بعدين عمل مسلسلات ناشحة باريش قدر يبقى بالكمة اللي حفر بالصخر ليقدر يوصله وحافظ على نجاحه وما مسل بأي عمل ممقتنع بالسيناريو طبعا أما أنا الفيلم الأول تلك الأيام حقق نجاح كبير وبعدها صورت مسلسل للشباب وحاليا عم جهز لفيلم جديد قلنا ثلاث سنين أنا وباريش عايشين بنفس البيت ولهلأ منحب بعضنا كتير بالنسبة للزواج لسه ما قرر بس إنه أنه ما بتنقصت حبنا تنتهي أبدا منيح اللي فتت بالغلاط على غرفة الملابس هداك اليوم وهي رابع سنة بنكون فيها مع بعض كل عام وأنتي بخير حبيبتي بحبك كتير وأنا بحبك كتير اشتركوا في القناة